تحديا في وجه الصعاب تحديا لأجل العراق رغم محاولات بائسة لا تسمن ولا تغني من جوع ملي ذراع الدولة فهي الأقوى وهو المتمسك بالتحدي باسم العراق على لسان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي كانت هذه الكلمات بمناسبة مئوية الدولة العراقية التي أرخت حضارة وصنعت أمجادا وتعززت فيها دولة المؤسسات والقانون إذن فعمرها أكبر من مئوية وأكثر قصوة على محاولات لا دولة بما تغصف به في وجه العراق الحديث طريق الدولة العراقية قد يكون صعبا ومؤلما لكنها الطريق الوحيد الذي يمكن لأولادنا وأحفادنا أن يمضوا إليه لأن اللا دولة هي خيانة لأنفسنا أولا وللجيال القادمة من بعدنا وقبل كل ذلك خيانة لأرثنا الحضاري من سومر حتى هذه اللحظة إذن هي الخيانة ولا شيء غيرها حين تقف قوى الظلام في وجه العراق الذي يريد شعبه الانتقال إلى مرحلة الحكم الرشيد وتلك التي يؤكدها أيضا رئيس الجمهورية برهم صالح ورغم محاولة فاشلة في اغتيال الكاظمي قالها الرجل الوطني قبل أي شيء وبعيدا عن منصب الرئاسة معززا مفهوم المواطن لأجل الوطن قالها مؤكدا محدرا مهددا مساس أي طرف بالعراق دولة وشعبا وسيادة ولأن هذا التأكيد متبوع بخطط أمنية وشجاعة قوات أمنية بطلة من جيش العراق وأجهزاته كافة فإن الميدان شاهد على ما تستمر به الحكومة ومؤسسات الدولة في تحقيق سيادة القانون على الأرض ولأجل العراق وطنا واحدا يضم جميع الأطياف والمكونات فإن نهج القائد العام للقوات المسلحة الذي هو نهج صناعة الطريق الآمن لمستقبل أكثر إشراقا أمام العراقيين يحقق إنهاء زمن الفوضى وإنهاء صناعة التخريب وإنهاء إعاقة طريق هيبة الدولة اشتركوا في القناة